موسيقى كلام كتير تقال على الانتخابات الأخيرة وكل واحد كيفاش كيشوف الحقيقة وكينشي جهات بغت تنسب البهدالة اللي تلقاتها العدلة والتنمية لنفسها أغرس أغرس بغت تدهعي البطولة في قضية سياسية وشعبية احنا غنكونوا صراحاء وغنقولوا الحقيقة اللي حتى واحد ما غايستوع لها أو يديرها في كراسة إنجازاته ونجاحاته الشعب المغربي هو اللي يجاب العدلة والتنمية للحكم والشعب المغربي هو اللي يعطاها فرصة ثانية من بعد الإخفاق الأول حيث نجحات باش تقنعوا أن هناك جهات ما خلاتهم شي خدموا ومن الإخوات لي هم المزيودة الشعب هو اللي يدركشهم مع الدروش وقال لي هم برا ولكن في الوقت اللي كان كل شي صامت ويبق بعيني من اللي كانوا هم حاكمين وفي الوقت اللي كانت بعض الجهات وما أكثرهم كانت استافد من سخاوة هاد الحزب وتدب اللي عينيها وتصفق ليه مرة مرة وفي الوقت اللي كانوا شي مسؤولين من بطحين ليهم وبيعين اللي ماتش من أجل المصلحة الشخصية كان الموقع برلمان بوان كوم واضح وكنا كان قوموا بدورنا الإعلامي بضامير وبمسؤولية وهو نفس الدور اللي كان قوموا به اليوم مع الحكومة الجديدة مع التجمع والاستقلال والأصالة والمعاثارة ما كان عرفو غير الحقيقة ولا شيء غير الحقيقة وطبعا برلمان بوان كوم هو اللي يكشف حقائق كتيرة وفضايح كتيرة على هاد الحزب منها الفساد ومنها فضايح أخلاقية يخجل منها كل إنسان وهاد شي سهم بزاف باش تزحزحات ثقة الناس فيهم وغيرات موقفها منهم ومن اللي كانت أمينة مع العينين كتعة الدروس للمغاربة في الفقهيات الدينية والمرجعيات السلفية من داخل برلمان الأمة وماشي بطريقة عادية بل بالقوة وبالتهديد وبالتحذير جاء موقع برلمان بوان كوم وشكرها بطريقته نعم شكرناها على الهدية وخرجنا صورتها وهي كترقص في شارع الطحونة في باريس اللي هو مكان سيء السمعة كانت رقص وهي متبرجة وبدون غيطاء الرأس وكانت مفاجأة كثير ما بغاش يصدقها في البداية وطبعا ما سكتاتش أمينة مع العينين كدباتنا وكدباتها دوكت تصور قالت عليهم مركبين ومزورين وسميناها آمينة تخراج العينين في مقالات فاحمة وصادمة وخرجنا لها صور خورا وقلنا لها بيننا وبينك مختبرات التحقق من الصور أو القضاء ومن اللي سكتاتش وحشمات على عارضها الحمد لله وضربت الطم وغبرات من ساحة الفهامة الخاوية وقرناها وقلنا لها بيننا وبينك حدود شرع الله ومصطفى الرميد طار زان ديال الحزب كرفص أمينة مع العينين ومن اللي جبدليه برلمان بوانكم القصير ديالو في واحد الكباري ضربها بنكرة وقال لك عمر وما حط رجليه تم وجر موقعنا أمام القضاء ومن اللي حطينا لها الأدلة المحاميين ديالو قالوا للقاضي لا والله يلسى الرميد مش غير يتغدف داك الكباري كينش يغدفوا نصاصة الليل واشطحوا الرديح على أين الله يشافي السير رميد ويطول له العمر وعاو تاني من اللي خرجوا واحد جوش خرين حماد وفتيمة داروا من روسهم دعاة الفقه والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر جاء موقع برلمان بوانكم وهدالي هم هدية حتى شي واحد ما صدقها في البدية وكشف المنكر اللي داروا في شاطئ المنصورية وهي هدية حتى الحركتهم الدعوية لمسمات التوحيد والإصلاح وهدية حتى الحزبهم اللي هو العدالة والتنمية وعطينا حقائق كانت خاطرة على هاد الفضيحة اللي تهزلها المغرب الكامل ولكن من اللي تزوجوا واتقوا الله في الناس اللي عندهم النية واللي بسرعة كيتيقوا ادرنا بيننا وبينهم حتى هم حدود شرع الله وخليناهم تقار وما بقيناش كنجبدوهم لا بالخير ولا بالشر وقبل من هاد الجوج كانت واحد الفضيحة أخرى بطلها وزير يا سلام سميته الحبيب الشباني ووزيرها سميتها سمية بن خلدون ما كتختلفش على فضيحة حماد وفاطيمة هاد الحبيب الشباني كان بقى غير شوية ويدر لنا الولد ديال الفيلم بحاله رشدي أباده في زمانه وموقع برلمان بوانكم هو اللي يفشلها الروايد وصيفته يتزوج ويستر راسه وبهاد الفضائح الكتيرة واللي ذكرنا منها غير ربعة تحول بيت العدالة وتنمية الخيمة يطلقوا فيها العشاق ها قيسوا ليلى وها عنطروا عبلة وها جميلوا بوتينة والحق بهم يا سلام فقيه الحزب المعروف بأحكامه وحكمه المتشددة داخل مرجعيات حزبه ايه علش الله حتى أنا بغيت نتكلم بشوية الفصحة جاسيك أبو لياتين اللي كان وزير الشغل يا سلام وبغيت دار على فضيحته ومشى الفرنسا مع عاشقته ديك الساعة ولكن العين شدت فيه فضيحة من ناحية المرجعية ما كتختلفش على الاخرين واضبطناه مع المدلكة ديالو كيتجول في باريس المهم برلمان بوانكم رسلهم حتى هما يتسترون وكانت واحدة من هدايان الحزب العدالة والتنمية باش نبيدوا للشعب المغربي التناقض الصارخ بين خطابهم الديني وممارساتهم على أرض الواقع وكيفاش توغلوا وستفدوا من هاد الخطاب باش يحكموا البلاد هو في الحقيقة السياتي من الله يذكره بالخير راعة شوية ومشا ديرك للزواج بحل هداف اللي كيسجلها في المرمى على الطائر ولكن احنا تأسفنا للنهاية المؤسفة ديالطلاقه من أم أبناؤه غير هو خاصة نعرفه أن كل هاد الناس تعفاوا من مهامهم سواء الحكومية ولا الحزبية وهاد الناس اللي بغاوا يدفعوا على روصهم قالوا أن موقع برلمان بوان كوم عبارة عن جهاز مخابراتي في حين هو راه بحاله بحال كل صحو في العالم كيتقاتل على راسه باش يدفر بالسبق وبالتحقيقات اللي تكشف الوجه الحقيقي لبعض المسؤولين اللي كيوهمونا بأقنعة مزيافة ما كناش كنمشيوا عند الفئات الفقيرة واللي ما مسؤولاش في الحكم وباش نكونوا صراحاء معاكم وقرنا كل الناس اللي حشموا على عراضهم من بعد الفضيحة ولكن ما وقرناش الحبيب الشوباني حيتستمر في المسؤولية كرئيس جهة الدرعة اللي ساكينتها معروفين بالقيم والأخلاق ومن اللي بقى الشوباني كيلعب معانا حابا وكيلعب بالبيضة والحجر بقينا حتى احنا غادين معا خطوة خطوة وجمعنا لي فضيحو وحدة بوحدة وخرجناهم في كراسات كثيرة سوق التدبير الحيال والصفقات استغلال المواطنين الاستفادة من منصبه باش يدوز طريق الفيرمتو في ضيحة التمر الفاسد وزيد وزيد وهانتو ما شفتو أخوتي ولما بغي عرق المشاريع الملكية خرجنا لي وصخو ولما بغي استغباس سكان درعة في لالت ووريناه وجهو في المرايا ولما بغي يتلاعب بالقانون كشفنا لي هراقو وكشفنا تعويضاتو وسفرياتو وتعاقداتو ومن اللي كتر بزاف كشفاتو الفرقة الوطنية وحقات معاه ووصلنا معاه حتى خرجنا عليه ما قال وكأنه يقول للجامع أنا ربكم الأعلى دبا من يمشى في حاله خليناه لمولاه أما السرميد راه وصلنا معاه للمحاكم وخاصة لما كشفنا باللي ما كانش مسجل سكرتيرته جميلة بشر في صندوق تدعمه الاجتماعي الله يرحمه والله يشافيه يا ربي والنهار اللي كشفنا أمهات الفضائح من اللي وزير تشغيل بقيمته وقامته ما سجلش العاملين اللي عنده في مكتب المحامات في السنة الساس وكان قصده طبعا السيك محمد أمكراس ودينا ووجبنا في الكلام في قضايا مخجلة تخص الحزب الحاكم في حينها لما بغوا يواجهونا بسنطيحة ويستمروا في الكذوب وجينا الوزيرهم في الإعلام ديك الساعة السيك مصطفى الخلفي من اللي مرتو طردوها الناس على قبل شيكات بدون رصيد ومن اللي دارت في الكارت فيزيت ديالها باللي هي زوجة وزير ومن اللي دارت حاديثة بأمغوج يعني بسيارة الوزارة وحتى هو دار حاديثة وهزطحية في سيارته المستشفى بحالي لا عنده سيارة الإسعاف ومن اللي دار حاديثة أخرى ولكن بلسانه وبغى يتكلم بفرنسية عوجة راكم عقلين جو سوي كلاغ وزيد وزيد وصلنا في حينها مع العادلة والتنمية الكترة الدعاوي والخزيط وتحملنا مسؤوليتنا وخرجنا لهم بمقال استنكاري واش نتم مسؤولين ولا رباعت الكتابة وخرجنا لهم بمقال جمع كل شي بنص لما بنكيران خضى حصيصة ديال الفلوس تقعد استثنائي موريح بشكل رجعي ومن اللي كشفناه بغى يكدبنا وخرج فينا عينيه ومشينا ونشرنا وثيقة الظاهر الشاريف وبدأك يتحلف علينا بالعلالة في اللايفات دياله لا انت لديك برلمان كوم وفي الأخير عطارف وقال حقا والواد نسيت نقول للناس راح فعلا كنستفد من التقاعد يعني من الريع كتير المقالات اللي كتبناها على كوزينة بن كيران وعلى بيت النعاس دياله اللي كان مازال مصلحوش المتيازات اللي عنده اللي يستفد منها تكمش وثقل وبقاك يدور في عينيه قبل ما يحصلوا برلمان بوانكم متكي على تقاعد سمين وملينات صحاح من فلوس المغاربة زيد عليهم طموبيل ميرسيدس فخمة هاد السيد ما كيشبعش من تشكيا والبكالخاول انا ما عنديش الخوط انا سيدنا هو اللي نعم عليها ورسل لي لتوركيا باش ندوز العطلة انا ما عنديش باش نصاوب الكوزينة انا الدرغ غير ديال مراتي ولكن لما ختمها بحصيصة من فلوس الضعافة والمساكين ومن عرق المغاربة ما بقا ما يتقل ولكن خليوني نقول لكم واحد الحاجة الى جيت نقول لكم اش كتبنا واللي دوزتوانا بنفسي في هاد الفقرة هو الله ما يقدنا يوم ولا يومين مئات المقالات والفيديوهات والصور والوثائق والحقائق خلتنا احنا بوحدنا اللي مشينا بعيد في هاد الشي وما طمعناش في الاغراءات ديولهم طبعا عاقبونا ودينا الفاتورة وحبسو علينا الاشهار ودعاونا ومنعونا من الاعلانات وضيقونا حتى في مجالسهم البلدية وخنبغيو غير وثيقة عادية وضايقو علينا في الدعم الحكومي ودعاونا في المحاكم ولكن ضريبة الوطنية كانت اغلى واعلى وكان فتخروا بها حيث هي احسن ويسام وليكن قولوه اليوم راه غير جزء صغير من الشيء الكثير فقط باش ميحلشي واحد فمو ويقول لك كي نفس اعلاميا برلمان بوان كوم في كشف حقيقة حزب العدلة والتنمية او كيفاش طيحوه المغاربة في الانتخابات اسي اخنوش راه المغاربة هما اللي جروا على العدلة والتنمية مشي انت وراه ما صيرك غايكون بحال ما صيرهم الى ما وفيتيش بوعودك مع المغاربة والسوابي رايلا ما بغيتيش تصدك الدرقوم وتربط لسانك اللي كيدر ويبطبط راه غانرجعو لك حتى انت شوف غير هاد الرسالة اللي رسلتيها الراسك السوابي وزير العدل كي خاطب السوابي رئيس مجلس جماعة تارودانس السوابي وزير العدل كي يقول السوابي الاخر راه اختارينا واحد الارض اللي بنوفيها محكامة وكي طلب السوابي من السوابي اعطاء موافقته حول المشروع وكي شكر السوابي السوابي على حسن التعاون والسوابي كان مقدب بزاف مع السوابي هالله وعلم شنو بيناتهم هلاش كولي كيدوه مع راسوا السوابي نخليوك انت اللي تجاوب انا بعدها حشمتس وقلنا لك السياخ انو شرك غاتوا حل مع هادا كان قصد معوابي وديرها غازوينا موسيقى موسيقى اشتركوا في القناة